موسيقى نشرة اخبارية موجزة من قناة المكلة اهلا بكم وصلت الى العاصمة الاماراتية ابو ضبي الدفعة السابعة عشر من الاطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطة من قطاع غزة لتلقي العلاد في مستشفيات دولة الامارات وحطت الطائرة القادمة من مطار العريش المصري في مطار ابو ضبي وعلى متنها مجموعة من الاطفال الذين تستدعي حالاتهم رعاية طبية خاصة ومن مرضى السرطان الذين يحتاجون الى علاج حثيث مع مرافقين من عائلاتهم نقل الجرحى والمصابون فور وصول الطائرة الى مستشفيات مدينة ابو ضبي لتلقي العلاج فيما تم نقل بقية الحالات والمرافقين الى مدينة الامارات الانسانية مقر اقامتهم وتأتي هذه المبادرة ضمن الجهود المتواصلة التي تقوم بها دولة الامارات على مختلف المستويات لاغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق وتعزيز الاستجابة للأوضاع الانسانية التي يشهدها القطاع ناقش رئيس مجلس القيادة الرئاسية دكتور رشاد العليمي مع رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين والقضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ذلك على همش القمة العربية في البحرين وخلال اللقاء أكد الرئيسان حرصهما على التشاور بشأن تطورات الراهنة في منطقتين البحر الأحمر وخليج عدم واحتواء تداعياتها على استقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين وشدد في هذا السياق على أهمية تعزيز التعاون بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر باعتبارها صاحبة المصلحة الرئيسية في استقرار الإقليم وسلامة الملاحة البحرية في هذا الممر الاستراتيجي الهامر بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسية دكتور رشاد العليمي مع المبعوث الخاطر رئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا ميخائيل المستجدات الوطنية والإقليمية وتطرق اللقاء الذي جاء على همش القمة العربية في البحرين إلى مستجدات الوضع اليمني والتطورات في البحر الأحمر الجهود الروسية المطلوبة لحتواء تداعياتها المدمرة على الأوضاع المعيشية والسلم والأمن الدوليين وأشاد الرئيس العليمي بالعلاقات الثنائية المتميزة بين اليمن وجمهورية روسيا والموقف الروسي الثابت إلى جانب الشعب اليمني وشرعيته الدستورية ومؤسساته الوطنية بحث رئيس الوزراء الدكتور أحمد بن مبارك في العاصمة البريطانية لندن مع وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وجنوب آسيا اللوري الطارق أحمد التطورات في الشأن السياسي والقضايا ذات الاهتمام المشترك وتناول اللقاء لويات الحكومة لإصلاح المالي والإداري ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية ودعم بريطانيا والمجتمع الدولي لهذه التوجهات كما ناقش الجانبان الجهود المبدولة لتحقيق السلامة ومساعي استئناف العملية السياسية في اليمن وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية الموازنة بين العمل الإقاثي والدعم التنموي وصولا إلى إقامة شراكات اقتصادية وبناء مصالح مشتركة ومنافع متبادلة بين البلدين من خلال الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي والاستثمار في القطاعات الاقتصادية الواعدة في لندن أيضا التقى رئيس الوزراء دكتور أحمد بن مبارك عددا من مسؤولية المنظمات غير الحكومية العاملة في اليمن وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول الوضع الإنساني في اليمن والصعوبات التي تواجه العاملين في المجال الإنساني خاصة بعد تقلص حجم المساعدات الإنسانية وسبل التعاون بين الحكومة والمنظمات العاملة في المجال الإنساني لتسهيل عملها ورفع أي قوة تواجهها والاستخدام الأمثل للمساعدات والعمل على حشد الدعم لمواجهة الاحتياجات الإنسانية ودعا بن مبارك إلى فتح مكاتب المنظمات في العاصمة عدن وتحويل المساعدات عبر البنك المركزي لضمان تقديم خدمات بنكية مناسبة تفقد عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح عددا من المنشآت الصحية والتعليمية بمدينة الخوخة في الساحل الغربي وتعرف طارق صالح على سير العمل في مشروع مستشفى الشيخ محمد بن زايد والمجمع التربوي النموذجي متعرفا عما تم إنجازه والمراحل المتبقية في المشروعين الذين تم إنشاؤهما بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة كما زار طارق صالح جامعة الحديدة وطاف بالقاعات الدراسية فيها موجها محافظة المحافظة ورئيس الجامعة بإعداد ملف متكامل بمتطلبات تطوير الجامعة تستوعب الدارسين من المناطق المنكوبة التي اتقع تحت سيطرة ميليشيا الحوثية اطلع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسية اللواء دروس الزبيدي على سير العمل في الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية جاء ذلك لدى لقائه المدير التنفيدي للهيئة الدكتور عبد القادر الباكري وطلع اللواء الزبيدي على الجهود المبدولة من قبل قيادة الهيئة لتنفيذ المهام المناطة بها مشددا على دورة تحمل الهيئة مسؤوليتها الوطنية في الإشراف والرقابة على استيراد الأدوية والأدوية المصنعة محليا والعمل على تعزيز المخزون الدوائي في البلاد ضبط أسعار الدواء والأدوية المهربة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية موجهنا الجهات ذات الصلاة بمساعدة الهيئة في تنفيذ المهام المناطة بها كلا في نطاق اقتصاصه شددت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في اجتماعها الدولي برئاسة لواعي دروس الزبيدي رئيس المجلسة على سرعة وقف التدهور بقطاع الكهرباء أقفت الهيئة أمام تطورات في الساحة المحلية والغليان الشعبي المتصاعد جرى تدهور الأوضاع الخدمية والاقتصادية وفي مقدمتها قطاع الكهرباء مجددة تأكيدها على موقفها الثابت إلى جانب أبناء الشعب في المطالبة بحقوقهم المشروعة والتعبير عن غضبهم ورفضهم للوضع القائم بالطرق السلمية طالب في السياق مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بتحمل مسؤولياتهم اتجاه المواطنين وإيجاد حلول سريعة ومستدامة لهذه المعضلات المستفحلة دشنا رئيس جامعة المهرة دكتور أنور كلشات والأمين العام المجلس المحلي بالمحافظة سالم نيمر الملتقى العلمي الأول بجامعة المهرة كتابة الأطروحات والرسائل العلمية عصار التجارب والتميزة وخلال التدشين أكد الأمين العام المجلس المحلي بالمحافظة دعم صطة المحلية للجامعة ورعايتها للفعاليات التي تنظمها وتذليلها مجمل الصعوبات التي تواجه سير العملية التعليمية مشهيدا بالنجاحات التي حققتها الجامعة رغم حداثة عهدها الزخم العلمي والأكاديمي وحضورها الملحوظ مشاركاتها على المستوى المحلي والدولي سلم شركة بوترومسيلة مولدا كهربائيا بقدر 600 كيلو وات لمدرية برومي فعط وفي فعالية التسليم أعربى المدير العام لمدرية برومي فع الدكتور خالد الجوهي عن شكره لوزير النفط والمعادن ومحافظ حضر موت لدعمهم لمختلف المشاريع التنموية والخدمية بالمديرية مثمن تجاوب شركة بوترومسيلة وتلبية هذا الاحتياج المهم للمنطقة والذي سيكون إضافة لمشروع كهرباء ميفع والحد من انقطاعات التيار الكهربائية تفقدت السلطة المحلية بمديرية الشحر الموقع المخصصة لتنفيذ أعمال مشروع رصف شوارع حي السلامة في مرحلتها الرابعة بتمويل من مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع وأتعرف المدير العام لمديرية الشحر عادل بعكاب على أهم مراحل تنفيذ المشروع في معالجات الحفر المتواجدة بالقرب من مسجد الأحقاف وتحويلها لمتنفس الحي وكذا فتح طرق فرعية للبيوت والإسهام في تصريف المياه مؤكدا تقديم كافة أوجه التسهيلات اللازمة لسير عمل المشروع والعمل على إزالة الاستحداثات المتواجدة تواصل الفرق التابعة لمؤسسة الطرق والجسور العمل في مشروع صيانة واستفلتات ممرات وساحات مبنى مستشفى المعاقينة بدار ساعد بالعاصمة عدن حيث تواصل الفرق أعمال البردورات وأعمال تركيب الأنترلوك للساحات وتستمر الأعمال كذلك في تلك الطبقات التالفة من الممرات والساحات وإعادة بنائها ليستفيد منها نزلاء المستشفى من دول إعاقام الذي سيسهل لهم المشروع تحركاتهم داخل المستشفى ويخفف من معاناتهم إلى اللقاء